موسيقى أهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف أنفاس نصدف اليوم محمد الرهج خبير اقتصادي وأستاذ بالمعدة العالي للتجارة وإدارة المقاولات وذلك لمناقشة البرنامج الجديد لدعم اقتناء السكن ومحاور أخرى أهلا وسهلا أستاذ الرهج مرحبا بك مرحبا بك كذلك وشكرا على الاستضافة شكرا جزيلا أستاذ الرهج بداية أطلق المالك البرنامج الجديد للدعم المالي المباشر لاقتناء السكن في نظرك أستاذ الرهج ما هي الفئات المستهدفة من اقتناء هذا السكن عبر هذا البرنامج البرنامج الجديد الذي دخل الآن في إطار القرارات الملكية يهدي في أساسا مجموعة من الأسار التي تنتمي إلى الأسار الفقيرة أو للأسار المتوسطة والتي تتعرف إشكال على مستوى السكان بحيث أن جميع الأسار المغربية لا تتوفى على السكان ثانيا هناك صعوبات للحصول على السكان في إطار الكراء ففي هذا القرار الجديد سيساعد العائلات المغربية في إطار سياسة جديدة للدولة المغربية أي سياسة الاجتماعية للدولة فإلى جانب التدخلات الأخرى للدولة التي كانت على طريق صندوق المقاصة لمساندة الأتمان لبعض المواد الأساسية ثم كذلك خلال كورونا كانت هناك مساعدة مباشرة للأسار والعائلات في المغرب الآن جاء الدور من جديد لأنه تكون عناية بمجموعة الأسار ولكن في باب الحصول على الملكية بصفة عامة جميع الأسار اللي ما استفدتش في الماضي في إطار السكان الاقتصادي أو السكان الاجتماعي أو اللي ما عندهاش إلى يومين هذا السكان رئيسي لأنه من الشروط غادي يجيبوا واحد شهادة من المحافظة العقارية لأنه ما زال ما عندهمش سكان رئيسي يمكنوا لهم أن يستفيدوا من هال المساعدات اللي جات في البرنامج الجديد سواء كانت أسار مقيمة في المغرب أو للمغاربة المقيمين في الخارج أي بعبارة أخرى هذا البرنامج يهديف إلى الأسار اللي الدخل ديالها محدود ولا ضعيف إلى جانب هذا الأسار غادي تتعطى كذلك للطبقات المتوسطة لأنه كما سنرى الشرائح ديال الأتمان اللي الآن مقدمة في المشروع فإلى غاية الثمن ديال الشيرة تلتمائة ألف درهم المساعدة غادي تكون بمبلغ مئة أم مئة ألف درهم والشقاق والمنازل اللي غادي تكون كثير من تلتمائة ألف درهم ولكن ما غاديش تتعدى سبعمائة ألف درهم المساعدة غادي تكون سبعين ألف درهم أي بعبارة أخرى هات الشريحة التانية كتقصد أساسا طبقات المتوسطة للآن ما زال ما بصلتش ولا ما حصلتش على سكان هذا البرنامج الجديد يختلف بتات تماما على المشاريع السابقة بحيث آنذا كانت الدولة تقوم بما يسمى السياسة العرض أي الدولة كانت تقدم مساعدة المنعيشين العقاريين على طريق إما الإعفاء الضريبية في إطار الضريب على الشركات ولا الضريب على الدخل وكذلك الإعفاء على الضريب على القمى المضافة الآن سي العكس بدل بساعد المنعيشين العقاريين ستقدم مساعدة مالية مباشرة للأسر للاستفادة من هذه المساعدة الدولة دونك رجعنا الوحدة السياسة اللي كاسمها في العلوم الاقتصادية السياسة ديال الطلب لأن السياسة ديال العرض ما عطلت لنا والو ولا عطلتش نتائج هي ضائلة جدا بالاعتراف ديال الجميع سواء الدولة أو المعيشين العقاريين أو المجتمع المدني لاحظنا أنه خلال سنوات وسنوات وسنوات رغم الإعفاءات الجبائية سواء بنسبة ضريبة على الشركات ضريبة على الدخل وكذلك ضريبة على القرم المضافة رغم الأراضي التي تمت تعبئاتها بعد مرات بيتامان رمزي المعيشين العقاريين المشكيل ديال السكن ما تحلش مغرب باقي الأسار معدبة باش توصل للسكن الآن غيرنا المنهجية غادي ندزوم السياسة ديال العرض إلى السياسة ديال الطلب أي هنا الدولة غادي تقدم مساعدة للأسرة باش نمشي تشريه هي اللي غادي تطلب النوع ديال العقار اللي بغيها على ساب الأتمان اللي الآن جات في القرار ديال الجنة اللي كانت رأسها صاحب الجلالة كوادي ندير التكرار ما بين صفر حتى 300 ألف درهم المساعدة المباشرة هي 100 ألف درهم ومن فوق 300 ألف إلى حدود 700 ألف درهم المساعدة المباشرة ديال الدولة ديالتكون 70 ألف درهم إذن هذا البرنامج يختلف على البرامج السابقة ما أهم مميزات ديالة البرنامج والمميزات هنا على الأقل غادي تكون الميكانية ديال المراقبة قبل واشنو هي كان عطينا إعفاءات بلا ما تقوم الدولة بالمراقبة واشفع للمعيشين العقاريين كسميتو قاموا بتنفيذ المشروع اللي التزموا به أمام الدولة واللي اخذوا على ضوءه لإعفاءات ضريبية عمرو هاد المراقبة موقعت بعد الدراسات تؤكد أنه هذوك المشاريع اللي التزموا بها المنعيشين العقاريين الأغلبية الساحقة لم تتنفذ في الوقت للدولة خسرت الملايير والملايير الدراهيم اللي على طريق الإعفاءات اللي ما كسموها في المالية ولا في الجبايات النفقات الجبائية الآن لا العكس الآن حاليا الدولة عندها الإمكانيات باش تراقب غادي تراقب على طريق الأسرة دونك أنا الأسرة بغي تشري مثل شوقة 250 ألف درهم غادي يقول لها تبارك الله غادي تمشي عند المنعيش يعطيك معرفش بلغة العربية الكومبرومي دفنت من جيب الكومبرومي دفنت ضروري تمشي على الموتيق أنا ذاك الموتيق كمهنة حرة غادي يقوم بوح المجموعة دي العملية دي المراقبة أولا غادي يجيب شهدب لأنه ما عندوش ميلكية أساسية على طريق المحافظة العقارية تانيا ما كانش تستفد في الماضي في إطار البرنامج دير السكال الاقتصادي اللي كان يوصل حتى المائة 250 أفدرهم أولى السكال الاجتماعي اللي كان يمشي حتى المائة وربعين أفدرهم هنا الدولة اللي بغت تقوم بالمهام ديالها عندها الآليات لآليات والعناصر اللي غادي تسمح لها تراقب بالله فعلا هذي 100 ألف درهم أولى 70 ألف درهم مشات في المكان ديالها فهذا السياسة الجديدة على طريق الطلاب كيسمح للدولة بكل سهولة باش نتراقب العملية دي الاقتناء ديال السكان على خلاف الماضي هذي كل شيء كان بهم مبهم احنا كان عرفوا المنعيشين ما كيخلصوا له وفي آخر المطاف مكان لا سكان ولا هم يحزنون الآن العكس هنا الآن العكس الدولة اللي بغت تقوم بالمهام ديالها يمكن لها تراقب وذا قد ضلحال يمكن لها تطلب من هذه الأوسع ترد الفلوس للدولة لأنها غادي تعطيها مساعدة مباشرة اللي غادي تقول ليكون في علمك في الميزانية المقبلة ديال 2024 غادي يكون هناك بوند خاص لمساعدة للأوسع اللي غادي تقتني السكان ديالها دونك غادي تكون مبرمجة سنوين في الميزانية ديال الدولة أستاذ الرجاء الدولة هذا البرنامج واذا قامت به لتسهيل الفئات الفقيرة والمتوسطة لإقتناء السكن أم جاء لينقض الوبيع العقارات من الأزمة التي كان يتخبطوا فيها منذ جائحة كورونا هنا بقيت الاثنين عدنا مشكلة السكن بقي متروح إلى يومين هذا هذه تقريبا سبعين عام بعد الاستقلال بقي ملايين ديال الأسار اللي كتعيش في الهاميش ولا اللي كتعيش في البيوت القصديرية حتى بعض البرامج ديال السكن الاقتصادي ولا السكن الاجتماعي ما حلش المشاكل ديال السكن فالآن على الأقل على طريق هات السياسة الجديدة كنسمحوا للأسار باش تجي باش يمكن لها تقتاني هات السكن في إطار مسترة معينة وكذلك تدخل مباشر ديال الدولة بتقديم المساعدة وبصفة غير مباشرة فهي هدية كذلك للمنعيشين ولكن الآن في إطار العملية الجدية لأنه الشخص ولا الأسرة اللي غادي تقتاني ما غادي تمشي عند هذك المنعيش حتى كتعرف مسبقا بلأنه ركيق طرح شيقاق ولا منازل القيمة ديالهم مثلا 270 درهم ولا 400.000 درهم ولا 500.000 درهم فهذو كل الأرقام اللي اعطت اللي تعطتنا على طريق اللجنة اللي كانت رأسها صاحب الجلال هذا الأسبوع ففي هذا الباب فيه هم جهة نقدمه خدمة للأسار باش توصل للسكان وفي نفس الوقت المساوى الاقتصادي كذلك هو طلب غادي نحرر كل اقتصاد ديال السكان وكما كيقول مثل الشعبي في جميع بلدان المعمور من القطاع للبناء كيتمش ره الاقتصاد كيتمش ولكن على الأقل هاللمرة عندنا عناصر اللي متمكنين بها اللي غادي نعرف واش فعلا هذك الهدف تحقق ولا ما تحققش في الماضي لا غيك يقولنا كل سنة القطاع ديال المنعشين عندهم إعفاء ديال ضاربة للشركات مثل التثاد الملاهير إعفاء ديال ضاربة للدخل العام ديالجوز الملاهير إعفاء ديال ضاربة على القمار المضافة مبلغ ديال 40 ألف درهم لكل شقة ولكن عمرو ما مشينا المرحلة التانية ديال المراقبة واش فعلا هذ السكان لهذ المعيشين خداوه على طريق الدولة المساعدات الجبائية فعلا تحقق اللي كي يظهر باب الملموس أنه الأغلبية الساحقة ديال المشاريع لم تنجز ولم تحقق دونك هذ البرنامج الجديد سيستفيد بهم زاوية الاجتماعية طبقات الفقيرة أو الطبقات المتوسطة في حدود 700 درهم وكذلك سيستفيد به الاقتصاد المغربي ديال المنعيشين العقارين اللي غادي حصلوا على طلب الناس غادي تطلب باش يبنيو لهم دونك غادي حركوا الاقتصاد بما أن الاقتصاد غادي تحرك على طريق البناء غادي نحركوا قطاعات أخرى كالقطاع ديال الإسمان تقع المواد اللي كتدخلوا في البناء ومن البناء كي يكون ما شيف الطريق السليم را الاقتصاد بدوره غادي بشيف في الإطار الطريق السليم سدراج البرنامج الجديد ينص على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان مع العلم أن هناك وكالات حضارية ومندوبيات لتعمير الإسكان يعني الوكالات التي ستزاحم هذه المؤسسات أم ستكون مستقلة عنها فعلا الوكالات الحضارية القانون عطلهم مهمة وهي أساسا التقنين ديال النقطة المتعلقة بالتعمير والبناء دونك ما غاديش يدخلون لهالعمليات الجديدة ديال المراقبة كذلك المفتشية ديال التعمير دونك أنا كنقول قرار في محله على أساسا أنه يدخل في العملية ديال العملية ديال القتينة من أليفها إلى يائها وغادي تكون على مستوى كل جهة وكالة واحدة هي اللي غادي تكون المخاطب الوحيد في كل العمليات ديال الاقتناء نضم أنه إلا ما امتحناش في الفقد ديال البيروقراطية عاود نعينهم مسؤولين جدود وأمور أخرى اللي ربما غادي تدخل أنا كنقول على الأقل يكون هناك مخاطب واحد باش يمكن غدال الدولة تقوم بالعمليات ديال المراقبة باش يلاش تذك الفلوس كيمشي وفي الهباء ولا ما يجي ترمو في الواد نحبسها دون كان بنسبة لي المخاطب ضروري والآن المشروع لأنه غادي يجي مرسوم في هذا الباب هو اللي غادي يعطيك الأرضية القانونية ديال خلق هالوكالات دون كان شخصيا ضروري يكون هناك مخاطب واحد في العملية بكاملها من أليفها إلى يائها ديال اقتناء ديال السكن شكرا جزيلا أستاذ الراجع على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موايدا جديد اشتركوا في القناة